اهلا بكم احبائي المشاهدين والمشاهدات من متابعي ومتابعات برنامج اقوال النبوة برحب بحضراتكم وحضرتكونا في بداية حلقة جديدة برحب بكل اخواتي واخواتي المشاهدين في كل مكان اهلا بكم تقريبا دي اخر حلقة من سلسلة ضد المسيح بسلسلة الوحش ضد المسيح والنبي الكذاب واحتمال يكون فيه نعمل حلقة اللي جاب على اسئلة واحتمال لا هنشوف ولكن كده يبقى خلصنا تقريبا اهم النصوص التعليمية النبوية التعليمية في الكتاب المقدس وبالتحديد فيه سفر دانيال في العهد القديم ورسالة تسالونيكي التانية في العهد الجديد وسفر الرؤية في العهد الجديد النصوص التي لها علاقة بالوحش ضد المسيح والنبي الكذاب زي ما بدأنا سلسلتنا بالحديث عن الشيطان لان مهم جدا لان احنا زي ما قلنا في الحلقات الاولى ان الوحش ما بيشتغلش الوحد وهم تلاتة بيشتغلوا مع بعض في سلوس ناجس هو الكنين او الشيطان والوحش الاول اللي هو ضد المسيح وطبعا الاسماء فيها تبادلات يعني والوحش التاني اللي هو النبي الكذاب التلاتة بيشتغلوا مع بعض والتلاتة هيبدأوا الحملة المشروع الوحش ده مشروع شيطاني وزي ما هيبدأوا مع بعض هينتهوا ايضا مع بعض وزي ما قلت لحضراتكم قبل كده ان الشيطان عنده هدف من وراء هذا التحالف اللي بيبنيه ان هو يدافع عن ملكه عن سلطانه عن عرشه ملك الشيطان على الارض تحت السماء على الارض مشروع الوحش بالنسبة للشيطان كان ليه عدد من الاهداف وده اخر مشروعات المشروعات الناجسة للشيطان عبر التاريخ ولكن من اهم هذه الاهداف هو الحفاظ على مملكة ابليس الشيطان نقل للوحش عرش ملكه اعطاه السلطان على مملكته حتى يقوم الوحش بالمحافظة على هذا الملك للشيطان ومن البداية لو حضرتكم فاكرين من البداية خالص من رؤية 13 رؤية 13 هي بداية لما القديس يحنى شاف الوحش طالع او بدايته يعني من البداية القديس يحنى شاف ان التنين بيعطي الوحش قدرته وعرشه وسلطانا عظيما الكلام ده موجود في رؤية 13 تاني عدد مباشرة المعركة الاخيرة بقى دي البدايات او البدايات بدأت بكده طب المعركة الاخيرة بقى النهايات هي برضو معركة بقيادة السالوس الناجز اللي هو الوحش والتنين والوحش والنبي الكذاب ودي بنشوفها مع بعض لما بدأوا يجهزوا لمعركة هرمجدون اللي هي اخر معركة اللي بينتهي بيها الوحش والنبي الكذاب برضو شافها القديس يحنى بيقول ورأيته من فم التنين والشيطان ومن فم الوحش بها دي الاول اني ومن فم النبي الكذاب هم ثلاثة ارواح مجسة شبه دفاضع انهم ارواح شياطين صانعة ايات اي يعني خلاص المعركة الاخيرة معركة هرمجدون اللي احنا درسناها او درسنا بعض جوانب منها الحلقة اللي فاتت من برنامجنا هي اخر خطوات المشروع الوحش الشيطاني وشاف القديس يحنى التلات ارواح شياطين دي بتخرج على ملوك العالم وعلى كل المسكونة عشان تجمعهم لقتال اليوم العظيم يوم الله فجمعهم فعلا في موضع بيسمى بالعبرانية هرمجدون الكلام ده موجود في رؤية 16 اذا هدينا شوفناه من اول لحظة شوفنا التنين والوحش والنبي الكذاب وفي اخر لحظة بنشوف التنين والوحش والنبي الكذاب شغالين مع بعض كان لابد من وجود الوحش ضد المسيح والنبي الكذاب حتى يتمكنه ولأول مرة في التاريخ من جمع كل ملوك العالم كل ملوك العالم وكل جيوش العالم لا لمقاتلة الشعب اليهودي فقط وإلا تبقى يعني نقطة لأن الشعب اليهودي ما يستحملش يعني جيش واحد من الجيوش دي كلها ولكن ايضا يعني كان احد اهداف الجيوش دي انها تبيد هيكون احد اهداف الجيوش دي انها تبيد الشعب اليهودي ولكن ايضا لكي تشن حرب على الرب نفسه وهنا بقى ده المشروع الشيطاني زي تخيل الشيطان أنه يستطيع أن يشن حرب حرب حقيقية ضد الرب نفسه طيب النهاردة زي الحلقة اللي فاتت شوفنا نهاية المعركة دي كانت ايه بالنسبة للوحش الأول والتاني ضد المسيح والناب الكذاب والنهاردة هنشوف ماذا سيحدث للتنين أو الشيطان ونروح مع بعض مباشرة هنكمل يعني المرة اللي فاتت كنا بندرس آخر آيات في صحاح 19 من عدد 19 النهاردة هنقرأ بقى نكملها اللي هي أول فقرة في صحاح 20 وعايز أفكر حضرتكم من دين رؤية وحدة رؤية وحدة بس للأسف اللي أسم للصحات عمل دي صحاح 19 ودي صحاح 20 لكن هي رؤية وحدة يقول القديس يحنى بالروح القدس ورأيت ملاكا نازلا من السماء معه مفتاح الهاوية وسلسلة عظيمة على يده فقبض على التنين الحية القديمة الذي هو إبليس والشيطان وقيده ألف سنة وطرحه في الهاوية وأغلق عليه وختم عليه لكي لا يضل الأمم فيما بعد حتى تتم الألف سنة وبعد ذلك لابد أن يحل زمانا يسيرا في رؤية عشرين احنا عرينا أول تلات آيات طيب دي النبوة دي جزء مكمل من النبوة اللي فاتت عن نهاية الوحشين لو حضرتكم فكرين يعني احنا بنعيش في نفس الأحداث تقريبا يقول القديس يحنى المرة دي بقى ايه ورأيته ملاكا ناذلا من السماء معه مفتاح الهاوية وسلسلة عظيمة على يده ورأيته ملاكا ناذلا من السماء جملة نبوية تبدأ بتعبير ورأيت تعبير ورأيت ده كاي إيدون كاي إيدون باليوناني التعبير ده موجود في الرؤية الكبيرة دي دي رؤية كبيرة يعني احنا ندهبنا الوقت رؤية تمتد من منتصف صحة عشر لغاية منتصف صحة واحد وعشرين يعني رؤية كبيرة عن ايه عن نهاية الضيقة العظيمة تلك الرؤية الكبيرة عبارة عن مجموعة من الأحداث مجموعة من المواقف مجموعة من الرؤى الفرعية بس هي كلها رؤية واحدة هي سبع أحداث أو سبع مواقف أو سبع رؤى فرعية في كل رؤية من السبعة يعني من صحة سعتاشر عدد حداشر لصحة واحد وعشرين عدد تمانية هنلاقي في سبع رؤى القديس يحنى شاف سبع حاجات أو سبع أحداث كل واحدة منهم تبدأ بانه يقول كاي إيدون يعني ايه ورأيته يبقى هو شاف حاجة واول ما تخلص شاف حاجة تانية واول ما تخلص شاف حاجة تالتة وربعة وخمسة وستسة وسبعة احنا النهاردة في رقم اربعة لان احنا لو حضراتكم لو هتقروا الناس ده هتلاقوا في رؤية تسعتاشر حداشر أول حاجة قال رأيته السماء مفتوحة وخرج الفرس الأبيض الرب يسوع طيب بعدها بشوية قال ثم رأيته ملاك واقف في الشمس ويدعو كل الطيور لعشاء الاله العظيم بعد كده مرة تالتة في عدد تسعتاشر في صحة تسعتاشر عدد تسعتاشر ندرسنا مع بعض ثم رأيته الحرب بتاعة الوحش والنبي الكذاب النهاردة بقى اللي بندرسه دوه يقول ورأيته ملاكا ده رابع واحد رابع موقف من السلسلة دي انا عايز اأكد على حضراتكم اللي احنا بندرسه النهاردة ده ده جزء من تتابع احداث من سبع احداث النهاردة رقم اربعة اللي في المنتصف قبليه تلاتة وبعديه تلاتة تستمر بعد كده لغاية منتصف لسحاح واحد وعشرين طيب وكل مرة يقول كاي ايدون كاي ايدون ده تعبير مهم جدا بيدل على ان فيه ترتيب للاحداث فيه فيه ترتيب للاحداث علشان نوصل لحدث مهم جدا دلوقتي وهو موضوع الملاك النازل من السماء ده ملاك ما كانش موجود مع اجناد كان في حد بعد بيقول لي في احنا بندرس قبل كده في الرب اللي هو النازل على الفرس الابيض ومعاه الاجناد بتاعته ايه هما الاجناد بتاعته دول القديسين مؤمنين كنيسة لا طبعا دول الملاك الملاكة هم اجناد الرب لازم نعترف بهذا لازم نكون وطحين بكده لكن مش كل الملاكة رغم من اجناد الرب كانت قوية جدا لكن وكتيرة جدا لكن مش كل الملاكة نزلت مع الرب وبعد كده يقول لنا روح القدس على لسان القديس يحنى انه رأى القديس يحنى رأى مع الملاكة النازل ده مفتاح الهوية هو الاول خلنشوف اول كلمة قال ده معا ده كلمة مهمة جدا برضو مترجمة بالعرب معه مفتاح الهوية كلمة معه ده اخو اخو باليوناني مش معناها معه مش معناها معا حاجة لكن معا الحياء معا بتاعته حاجة بتاعته يعني له له مثلا ما تبقاش يعني الافضل تبقى ايه تبقى له له مفتاح يعني هذا الملاك مش نازل وماسك المفتاح هيديه لحد ده هو المسؤول عن المفتاح الكلمة هنا تترجم له اخو تترجم له مش معه الذي له مفتاح الهوية وطبعا واضح من الكلمة دي ان الملاك دي دي شغلته ودي وظيفته دي مسئوليته مسئول عن مفتاح الهوية الاسف احنا ما نعرفش معلومات كتير عن عالم الملايكة ولما هنروح السماء هنعرف وهنباير وهنكتشف حاجات احنا لم نكن نتخيلها لكن واضح ان في ملاك دي شغلته انه هو المسئول عن مفتاح الهوية وتعبير مفتاح الهوية مصاغ باللغة العربية على اساس ان المفتاح معرف بالاضافة مفتاح الهوية يبقى كده معرف لكن لكن ما ندرش نحط له المفتاح بتاع يعني تتقالي ازاي طبعا العربي ما يسمحش لكن في اليوناني لا فيه فيه كلمة تن يعني فيه المفتاح غير كمان الاضافة للهوية فهو مش مفتاح للهوية لا ده هو مفتاح وحيد مفتاح ما فيش زي لي خالص هو مفتاح الهوية عشان كده في اليوناني معرف بالف ولام اللي انا عايز اقوله يعني ان ده مفتاح مش عادي وما فيش بديل لي ما فيش زيه تاني معه مفتاح الهوية تعالوا بقى نروح لكلمة الكلمة المهمة جدا وهي كلمة الهاوية الهاوية تيس ابيسو او اللي هو الابيسوس يعني تيس ابيسو واحنا سبق ودرسنا في سلسلة خاصة اللي لو حد من حضراتكم ما كانت شافها كان فيه سلسلة من برنامج القوال النبوة سلسلة الهاوية والموت وما بعد الموت في هذه السلسلة درسنا ان فيه حك مكانين غير بعض تماما ما فيش اي علاقة بينهم بين بعض مكان اسمه للأسف في العربي بنسمي ده هوية وبنسمي ده هوية انا معرفش ده لكن ده غير ده خالص المكان الاولاني هو الهادس او الشيقول بالعبري والمكان التاني الابوسوس وانا افضل نستخدم الكلمات اليونانية زي ما روح القدس كتبها ما انترجمهاش لده اسماء الهادس هو الهاوية انتظار ارواح او انفس الراقدين يعني اخواتنا وابأنا وامهاتنا اللي بينتقلوا بنفسهم الجسد بيبقى ميت بينتظر القيامة في القبر ولكن النفس او الروح لا تموت ولكن تنتظر تعيش في حياة انتظار لحظة القيامة المكان اللي فيه كل الارواح او كل الانفس منتظرة ده بنسميه بالاسف في العربي تسمى الهاوية بردو بس هو الهادس لكن فيه مكان تاني ملوش دعوة بالهاوية دي خالص عشان كده اللي بيقرأ بالكتاب المخدس بالعربي حتى بعض الدارسين والمفسرين ممكن يلغبط بين الاتنين هذا المكان التاني هو هو موطن الشياطين بيتسمى الابوسوس ابوسوس باليوناني والابوسوس معناها ايه بلا قرار بلا قاع العميقة جدا ودي في مركز الارض في مركز الارض الكتاب بيقولنا كده الابوسوس موطن الشياطين مقر الاقامة دايما الارض هنا ده ده مكان العمل مقر العمل للشيطان لكن الشيطان ليه مقر ليه مقر موطن ليه اسمه الابوسوسوس وده في اعماق الارض وسوف في لحظة تتميم النبوة اللي بندرسها النهاردة اللي موجودة في اول اية من رؤية عشرين سوف يتحول موطن الشياطين هذه الابوسوس اللي بيكتبها هنا الهاوية تتحول الى سجن للشياطين هيجي لها هيبقى فيه باب بتاعها يتقفل وفيه مفتاح وفيه ختم وسوف يتم زي ما هنشوف دلوقتي تتحول الى سجن للشياطين وكما سبق وقلنا في كلمة بلا قاع بيسموها بالانجليزي اللي ملاقاش قرار اللي ملاقاش حدود يعني يعني عميقة جدا وا احنا سبقنا في سلسلة الهاوية والموت درسنا وفي سلسلة ضد المسيح يعني في سلسلة ضد المسيح جبنا سيرة الابوسوس على الاقل مرتين مرة واحنا بندرس الوحش وإزان هو هيتبعت الابوسوس هياخو انا قلت ساعتها هياخد دورة تدريبية يعني سوف يعد في الهاوية موطن الشياطين كان موجود في رؤية 11-7 وموجود في رؤية 17-8 عندنا ايتين في الكتاب المقدس بيعلمونا ان الوحش ضد المسيح سوف يتم اعداده هو انسان مش اله ولا ملاك ده انسان بشر عادي جدا ولكن سوف يذهب به الى الابوسوس موطن الشياطين وسوف فيخرج من الابوسوس في لحظة ابتداء وظفته اول ما تختطى في الكنيسة ويستعلن الاثيم فهو في ايتين في رؤية 11 ورؤية 17 رؤية 11-7 ورؤية 17-8 بيقولون ان هو هيبقى طالع في بداية حركته طالع من الابوسوس نعود للنص بتاعنا هذه النبوة تعني انه في الغالب ان الهاوية هو في العادة مكان مفتوح يعني في العادة ما بيتقفلش هيتقفل في اوضاع خاصة جدا ومن اهمها اهم حدث هو في نهاية حرب هرمجدون عندما يأتي الرب مع كنسته عشان ينهي رحلة الشر الشيطانية لتدمير كوكب الارض او معركة هرمجدون يقول القديس سحن رأيت ملاك النادر من السماء ومعه مفتاح الهاوية للأسف بناء على هذا الكلام يقول البعض ان هذا الملاك يعني الاية دي بتخلي بعض الناس يقول اذا ده هو الرب يسوع هذا الملاك هو الرب يسوع ده كلام مش دقيق الكتاب يقول ملاك وانحنا شفنا الرب يسوع في نفس الرؤية الفرس اللي اسمه يعني ملء رب الارباب وملك الملوك وهو كلمة الله يعني هذه الرؤية فيها الرب يسوع الجالس على الفرس الابيض اللي موجودة في اول حدث من احداث تلك الرؤية الرؤية اللي بنشوفها النهاردة دي واحدة زي ما شرحت لحضراتكم من سبعة رؤى في الرؤى الاولى من السبعة شفنا الرب يسوع طب والربعة شفنا ملاك نازل من السماء ما هواش الرب يسوع بعض الناس بيقولوا لا ده هو الرب يسوع ليه يقولوا عشان خاطر في رؤية واحد الرب يسوع بيقول لي القديس يحنى انا هو الاول والاخر الحي وكنت ميت وهانا حي الى ابد الابدين ولي مفاتيح الهاوية والموت مكتوب كده في رؤية واحد تمنتاشر الرب يسوع بيقول انا لي مفاتيح الهاوية والموت فييجي حد يقول الرب يسوع هو الذي له مفتاح الهاوية وفي رؤية عشرين شفنا ملاك نازل ولاه برضو خلي بالكم عشان كده انا فصرت الكلمة دي له فعلا مش معه له مفتاح الهاوية ازا منا الذي له مفتاح الهاوية هو الرب يسوع ازا الملاك اللي مذكور في رؤية عشرين هو كتير جدا بين الهاوية مقر الهادس والهاوية الابوسوس لا الاتنين هنا غير بعض الهاوية التي له الرب له مفتاح الهاوية والموت في رؤية واحد ده الهادس الهادس اللي هو مقر انتظار أرواح وأنفس الراقدين أما الابوسوس فمفتحها ده مسئوليته واحد من الملائكة فهم هاويتين مختلفتين الترجمة العربي هي إديت لهم نفس الكلمة لكن في اليوناني مختلفتين ولهوتيا ده مكان غير ده خالص فإن احنا نقول أن هذا الملاك هو الرب يسوع ده كلام مش دقيق هو ملاك حقيقي والهاوية دي هادس والهاوية دي ابوسوس يقول كده الروح القدس علشان الوقت بتاعنا معه مفتاح الهاوية العلاقة بين النبوة دي وفي نبوة تاني قبل كده نخلي بالنا موجودة في رؤية تسعة بتكلم برضو عن مفتاح الهاوية ده حدثين مستقلين أنا بس عايزة أقوله من دلوقتي ده حدث لوحده اللي بندرسه النهاردة واحد من أخطر وأهم الأحداث التاريخية وهنكمل مع بعض نشوف الملاك ده حصل ليه تاني غير أنه معاه المفتاح ولكن هستأذن حضراتكم في فاصل قصير ونكمل بعد الفاصل أراكم بعد الفاصل أهلا بكم بعد الفاصل طيب يبقى أول حاجة شفنا أن هذا الملاك اللي شاف القدس وحن ننازله معاه مفتاح الهاوية يقول بعد كده ومعه أيضا سلسلة عظيمة على يديه الملاك ده ليه مفتاح الهاوية وليه سلسلة والسلسلة العظيمة يعني كلمة هالسين ميجالين سلسلة عظيمة الرؤى القدس بيستخدم هنا كلمة معينة هي كلمة هالوسيس هالوسيس باليوناني مش معناها أي سلسلة يعني لأنه فيه كلمتين في الكتاب المقدس بمعناها سلسلة وفي اليوناني هالوسيس معناها سلسلة يتربط بها الإنسان يعني هي رباط هي قيد من حديد دي مش أي سلسلة أو خلاص يعني هالوسيس كلمة مهمة للمساجين والمقصورين والذين في السبي وهكذا هي قيد هي قيد سلسلة حديد تستخدم كقيد لأن في كلمة تاني اللي هي السيرة باليوناني معناها سلسلة عادية أو حبل كلمة هالوسيس اللي جات هنا جات 11 مرة في العهد الجديد ولا مرة جات في حاجة غير واحد مقصور في سلاسل واحد مسجون وموثق في سلاسل في جميع المواضع جات بمعنى سلسلة يتم تقييد بها الأشخاص كنوع من القيود للحبس وفي زمن كتابة سفر الرؤية كانت الهالوسيس دي أو الهالوسيس بتستخدم في اعتقال المجرمين والأسرة وتستخدم لتقييد إيديهم في حاقة السجن يعني كانوا يربطوا بيها إيديهم ورجليهم وبعد كده يثبتوها في حاقة السجن ويبقى الأسير واقف متصلى بطول الوقت في السجن يعني السجين في العصر الروماني في زمن كتابة سفر الرؤية مش بس كان بيبقى معتقل داخل زنزانة لكن حتى جوة الزنزانة غير قادر على الحركة داخل هذا السجن طيب يقول عنه الكتاب هنا إيه؟ أنها سلسلة عظيمة وكلمة عظيمة ميجالين وإحنا درست هذه الكلمة أكتر من مرة معناها هنا بقى ضخمة ضخمة الحجم سلسلة عظيمة دي يعني إيه؟ غالية مثلا يعني ولا سلسلة سرية ولا إيه بالضبط لا؟ هي سلسلة ضخمة ضخمة بشكل غير عادي وطبعا إحنا فاهمين ليه دي سلسلة ضخمة وسلسلة قوية جدا عظيمة ليه؟ علشان الشيطان ما يقدرش يكسرها طب هو الشيطان يقدر يكسر السلاسل الحديد نعم إحنا عندنا موقف موجود اللي هو قصة لقاء الرب مع مجنون كرة الجدريين الأرواح النجسة كانت قادرة على تكسير السلاسل الكلام ده موجود في مرقص خمسة يقول أن الروح القدس يقول لنا على لسان القدس مرقص على هذا الرجل المجنون اللي كانت بتسكنه الشياطين أنه لم يقدر أحد أن يربطه ولا بسلاسل هي السلاسل دي اللي بقى لهالوسيس لأنه قد ربط كثيرا بقيود وسلاسل فقطع السلاسل وكسر القيود ده المجنون بسبب الأرواح الشريرة اللي كانت فيه فالأرواح الشريرة عندها قدرة على تكسير السلاسل عشان كده السلسلة المعدة للشيطان في الأيام الأخيرة هي سلسلة خاصة كاتبين هنا كلمة سلسلة عظيمة وهي سلسلة ميجالين يعني طيب وبعدين يقوله ومعه على يده يعني على يده يعني التعبير هنا مش دقيق هي الفكرة ممسوكة فيها يعني الكلمة إبي حرف الجر هنا إبي معناه ما سكها فين الشيطان بيجرب الرب على الجبل يقوله إن كنت أنت ابن الله اطرح نفسك إلى أسفل لأنه مكتوب أنه يوصي الملائكة بك فعلى أيديهم يحملونك برضو الترجمة إبي هنا على أيه بس معناها إيه معناها هيشلوك في إيديهم هم برضو السلسلة متشالة في إيد الملائك يعني لأنها طبعا سلسلة أكيد تقيلة جدا أو حاجة زي كده يحمل الملائكة هذه السلسلة بيد والمفتاح بيد آخر طيب إما كده خلصنا الآية رقم واحد تعالوا نروح للآية رقم اتنين فقبضا قبضا أخيرا بتلاقي فعل مش مبني للمجهول دايما في سيف الرؤية نلاقي الأفعال مبنية للمجهول هنا بقى احنا عارفين مين اللي هيقبض لأنه هو الملائك اللي ماسك السلسلة والمفتاح وصاحب النفوذ صاحب السلطان قبض على التنين الحية القديمة الذي هو إبليس والشيطان وقيده ألف سنة هاي بقى دي نتائج المعركة الأخيرة بتاع ضد المسيح ما ينفعش نفصل يعني ما ينفعش ناخد الجزء الأول ثلاثة أربع يات دول وندرسهم لأحدهم لازم نعرف أن الثلاثة أربع يات دي دي رؤية صغيرة حدث صغير ضمن سلسلة من سبع حداث هي ما سيتم فيه اللحظة الأخيرة من الضيقة العظيمة وتبدأ بظهور الفرس الأبيض وتنتهي زي ما هنشوف فيه رؤية واحد وعشرين وده الحدث الرابع يقول كده أن هذا الملاك قبض على التنين وتعالوا نبدأ بكلمة التنين لأن احنا درسناها قبل كده وهي كلمة دراكونتا أو التنين نفسه هو الدراكون دراكون يعني دراكون هو لقب من ألقاب الشيطان في العهد الجديد ده كلام أنا قلته قبل كده قلت لحضراتكم كنا لسه في البداية من هذه السلسلة قلت أنه يلقب بالتنين أما الحقيقة دلوقتي بقى قدرنا نعرف حاجات كتير أقدر أوضح أكتر أقول لحضراتكم أولا هو تنين من إمتى تنين من أول ما ظهر يعني في رؤية إتناشر هو ذات النين عظيم أحمر له سبعة رؤوس وعشرة كرون وعلى رؤوسه سبعة تجان دي في بداية ظهور الشيطان في مشروع الوحش طيب يبقى إذن دي بداية مشروع الوحش وإحنا درسناها كانت الحلقة الأولى من حلقات سلسلة الوحش هو ظهور الشيطان بقى تنين عظيم أحمر في رؤية إتناشر ثلاثة طيب هل قبل الموضوع ضد المسيح ده الشيطان كان موجود أه طبعا كان موجود كان بيسمى بتنين لا عمر الشيطان ما سميه بهذا النقب بتنين إلا في مشروع الوحش فقط ودي بقى كلام مهم جدا لدي آخر معركة خطيرة بيكتزها الشيطان للمحافظة على عرشه ملكوته ملكه رئاسته سلطانه اللي اغتصبوا قديما والتنين لقى بخرافي يعني ما فيش حاجة في الواقع اسمه تنين لكن فيه وحوش اللي هي الوحوش المفترسة والوحوش هم في نف الرؤية دي هو النبي الكذاب وهو طبعا ضد المسيح طيب نرجع تاني لموضوع التنين لأنه مهم لقب التنين عايز أقول كمان أن العهد جيد لم يطلق لقب التنين على الشيطان إلا في هذا الحدث بتاع ضد المسيح فقط وقبل كده ما كانش تنين وهو ذكر يعني على فكرة كلمة تنين دراكون جات في العهد الجديد 13 مرة ول13 مرة موجودة ما بين رؤية 12-3 لرؤية 20 اللي احنا بندرسها دلوقتي تاني آية بس هما ل13 مرة جمع اللي هو ايه اللي هو موضوع ضد المسيح طيب قبل كده حتى في سفر رؤية لا طبعا ما كانش بتسمى تنين كان بتسمى الشيطان عندنا مثلا في الرسالة لكنيسة سامرنة في رؤية 2 وده في سفر رؤية يقول روح القدس يقول للملاك كنيسة سامرنة ايه أنا عارف تجديد في القائلين أنهم يهود وليسوا يهود بل هم مجمع الشيطان ما قالش مجمع التنين في رؤية 2-9 وهكذا في عدة مواقف في سفر الرؤية يعني مثلا في الرسالة للملاك كنيسة تيوتيرا فيها كلمة الشيطان الرسالة للملاك كنيسة فلاديلفيا ذكر فيها الشيطان لكن لم يذكر كتنين وزي ما التنين زي ما الشيطان سيبدأ في صورة التنين مع أحداث ضد المسيح هينتهي التنين مع نهاية أحداث ضد المسيح مع الآية اللي بندرسها النهاردة لأن بعد النهاردة بقى يعني دي رؤية عشرين اتنين آخر مرة نسمع التنين طيب بعد كده هنسمع عن الشيطان نعم هنسمع عن الشيطان لكن مش كتنين ليه خلاص انتهت على كده لعب ضد المسيح اللي هو عمل فيها الوحش وعمل نفسه هو تنين هتنتهي بالأحداث بتاعة الملاك اللي نازل من السماء اللي شفنا النهاردة يقولين نروح القدس فقبض فقبض على التنين تعالوا برضو للفعل قبض لأنه ده تفسيريا المهم عايزين نفهم فيه حاجات صغيرة أولا الفعل ده مش مبني المجول فالملاك هو اللي قبض وفي الحلقة اللي فاتت كنا درسنا عن الوحشين اللي هو الوحش الأول والتاني ضد المسيح والنبي الكذاب أنه قد قبض عليهم هم كمان اللي هيحصل مع الشيطان مختلف حد يقولي في رؤية 19-20 تم القبض على الوحش وتم القبض على النبي الكذاب وفي عدد وفي ساعة عشرين عدد اتنين سيتم القبض على الشيطان لا 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 ده بالعربي لكن باليوناني حاجتين مختلفتين الوحش وضد المسيح هو ما تقبضش عليه وبتاتمسكه لو حضرتكم فاكرين كنا قلنا أن الفعل بيازو يعني تمسك بيد قوي وخلاص في ملاك مسكه بيده القوية وانتهى موضوع ما يستهلش القبض الوحش وضد المسيح الفعل بيازو معناها أم سكة ده عن الوحش وضد المسيح اللي جات فيه إصحاح 19 طيب بالنسبة للشيطان لا الشيطان القبض يعني اتقال عنه بيازو لا مش بيازو خالص العرب بيقول بيازو ده ده حاجة تاني كراتيو وكراتيو باليوناني معناها أبض عليه وهو مش بس إمساك ولكن ليه معنى السلطة معنى السلطة بيازو ليه معنى القوة الإيد القوية زي القديد بوتروس ما أمسك الأعرج بإيده القوية القديد بوتروس كان قوي جدا هنا بقى لا ده فيه سلطة وانتصار وفارق في القوة والسلطة والسيطرة يعني هل الفرق بين الفعل كراتيو دول الفعل بمعنى القوة بالسيطرة وليس مجرد القوة الجسدية هل ده ليه معنى معين يعني أه ليه روح القدس عايز يقول لي حاجة معينة عايز يقول لي أن هذه اللحظة هي بداية فقدان الشيطان إبليس التنين إلى كل قوته التاريخية التي سمعنا أنا عبر التاريخ لأنها دي لحظة بقى الفقدان لحظة فقدان الشيطان لقوته وسلطانه وسيطرته وملاكوته وملاكوته وعرشه والأهم كما سنرى بعد شوية أنها لحظة نزع الملك من الشيطان بعد كده يقول لنا روح القدس مين هو الشيطان ده هو هو تخيلوا هو هو الحية القديمة عشان كده يجي هنا بقى يقول لك اللي هو الحية القديمة الذي هو إبليس والشيطان عايز يقول لك التنين هو الحية القديمة هو إبليس هو الشيطان طيب إيه المناسبة روح القدس بيقول لي كده ليه عايز يقول لي اللي انت شايفه دلوقتي في منتهى الضعف لدرجة النبيبة فيه فارق في القوة والسيطرة بينه وبين ملاك عادي فيقبض عليه أبضت زي الرجل الشرطة البوليس مثلا لما يقبضوا على مجرم ويبقى مرعوب هو نفس الموقف اللي هيحصل هو نفسه هذا الشخص المقبوض عليه اللي كان الحية القديمة أيام آدم وحواء هو إبليس عبر التاريخ هو الشيطان هو المضل ومش بس أبعد عليه يقول لنا روح القدس أن هذا الملاك قيده قيد الشيطان التنين ألف سنة وخلي بالكوهو القدس يحنم ما شافش الألف سنة لكن ده هو سمع الملاك أو شاف الملاك بيقول القيد ده مش هيتفك غير بعد ألف سنة من دلوقتي ودي واحدة من أهم الجمل النبوية في الكتاب المقدس ومع أنها من أسهل الآيات لو عايزين ندرسها من حيث اللغة ولهوت الكتاب ولكنها من أصعب الآيات في التفسير ويمكن حضراتكم عارفين طبعا ليه لأنها حولها تراكمات سنين طويلة من الرفض والمقاومة والتغيير والمحاولات التفسير المختلفة لهذا الإعلان النبوي البسيط والواضح وأنا النهاردة مش هنفصر هذه الجملة ولكن هشرح هذه والإيه الفرق بين الاتنين أنا عايز حضرتك وعايز حضرتك تفهموا معايا الكتاب المقدس بيقول إيه ما معنى هذا الكتاب ما معنى هذا الكلام تفسيريا براحتك أنا مش فرق معايا بس أنا عايزك تعرفه يعني أنا عايزك تعرف بعد إذنك أنه في ضمن معارك الوحش وضد المسيح وهي آخر خطوة وآخر رحلة وآخر محطة في رحلة الوحش وضد المسيح سوف يتم إلقاء الوحش وضد المسيح أحياء في بحيرة النار وبعدهم مباشرة التالت طبعا هيجي الدور على التالت الذي هو الشيطان هيحصل له إيه سوف يتم القبض عليه أو إيه تاني وسوف يتم تقييده ألف سنة إذن تقييد الشيطان ألف سنة ده بحسب النص الكتابي البسيط هو حدث سوف يتم في آخر رحلة أو عملية ضد الوحش ضد المسيح والنبي الكذاب وهتكلم بس عن حاجات معينة أول ما يعلنوا لنا الحق الكتابي بغض النظر عن المعنى التفسيري أنا هو بقولها كذا مرة عشان ما أفاجأش بسيل من الأسئلة أنا بقى أكرر أن موضوع هذه النبوة مرتبط ارتباط أساسي باللحظات الأخيرة من الضيقة العظيمة إذن هذا التقييد سيتم في أواخر الضيقة العظيمة ما تتحدث عنه النبوة الحالية في رؤية عشرين اتنين هي واحدة من آثار أو من تبعات سقوط وانهيار مشروع الوحش والنبي الكذاب بدون سقوط الوحش ما كانش ينفع النبوة دي التم دي جزء من نهاية عملية الوحش وأيضا أقول أن هذه النبوة الحالية هي جزء من النبوة العامة اللي احنا شايفينها من رؤية 19 لرؤية 21 حد يقول لي آه بس التقييد دول شيطان حصل له سنة كام ما عرفش إيه نعم لقد سبق وتلقى الشيطان العديد من الضربات الإلهية وكم من مرة طرح الشيطان هو الشيطان طرح مرة واحدة يعني واحد يقول لي آه لا هو أن الوحش هنا سوف يطرح وإحنا قرينا عن الطرح ده مش عارف في إيه أيوة الشيطان له أكثر من طرح وكم من مرة سقط الشيطان منهازما ومضحورا وما تتحدث عنه الكلمة النبوية هنا في رؤية 20 ده حدث لوحده مستقل ومتميز ملوش أي علاقة بأحداث أخرى على فكرة حتى يعني موضوع الطرح ده في حد ذاته في الأيام الأخيرة الشيطان سيمر بثلاث عمليات طرحة لو حضراتكم فاكرين في بداية مشروع الوحش وده اللي خلى الشيطان يبدأ المشروع كان إن الملاك مخيل طرح الشيطان من السماء للأرض والنهاردة هو هنشوف في طرح للشيطان وبعدين اللي هيكمل دراسة النبوات هيعرف بعدين في طرح تالت للشيطان إذن اللي أنا عايز أقوله ببساطة أن الشيطان له عدة عقوبات مش عقوبة واحدة ولا حدث واحد يعني على الصليب ماذا؟ طبعا حدث على الصليب أمر كبير بس مش كل حاجة تحصل للشيطان من قبيل العقوبة أو الدينونة أو الهديمة نقول دي تمت على الصليب تمت بفاعلية الصليب تبشي لكن اللي حصل على الصليب حاجة واللي حصل أيام موسى النبي حاجة واللي حصل قبل كده ساعة السقوط الأول للشيطان حاجة واللي هيحصل في معركة الوحش حاجة ولا يحصل في النهاية بعدها كمان حاجة يعني إذن دي الشيطان له حاجات مختلفة له وقع وقعات مختلفة أو سقط سقطات مختلفة أو وقع تحت الحكم والدينونة والعقاب مرات مختلفة ما هو التقييد؟ أنا عايز بقى أدخل للآية يعني إيه تقييد؟ يقول لنا روح القدس أن الملاك قد قيده قيد الشيطان ألف سامن طيب في اللغة العربية الفعل قيدة ما يشتريتش الرباط بالأوثاق يعني ممكن يكون التقييد ده بالقوانين مثلا أو بالقواعد أحط قواعد تقيد حركة الإنسان الكلمة هنا معناها اترابط اترابط بالسلسلة حرفيا القديس يحنى رأى بالروح القدس الشيطان بعد خسارة معركة الوحش وهو بيتربط بيتربط ديو إيدي سين أوتون استخدم الروح القدس بيستخدم فعل اسمه ديو باليونان والديو باليوناني معناه ايه؟ معناه اترابط الربط معناه كده رابط علشان كده أنا ما أفضلش كلمة قيدة أوثقة أوثقة زي ما تكتف مثلا في ماتة 14 أن هيرودس أمسك يحنى المعمدان وأوثقه أوثقه هو ديو يعني نفس الفعله اللي احنا ترجمناه قيدة في رؤية عشرين مترجم بدقة في ماتة 14 وفي مرؤية 6 عن يحنى المعمدان بالفعل أوثقة وده أدق بكتير جدا الرب يسوع كان بيتكلم عن موضوع تقييد الشيطان ده قال كيف يستطيع أحد أن يدخل بيت القوي وينهب أمتعته إن لم يربط ديو يربط اللي هي قيد اللي هي أوثقة القوي أولا أعتقد الرب يسوع قال الكلام ده وفي ماتة 12 من حيث المعنى فالمقصود أن السلسلة التي كان الملاك يحملها بيده وده السلسلة اللي هي السلسلة العظيمة جدا هيقوم بتوثيق الشيطان بربط الشيطان فيها لمدة ألف سنة برضو عايز أكلم حضراتكم بصراحة على موضوع ألف سنة ولكن عاوز أقول كلام مهم ولكن هاستذر حضراتكم في فاصل قصير ونكمل بعد الفاصل أعلم بكم بعد الفاصل طيب ويفنا عند كلمة قيده ألف سنة وعايزها فعند الألف سنة أنا مش عارف ليه بغض النظر عن أنا بس أتكلم عن النص اللي قدامي ليه لما الروح القدس يقول أنه سوف يتم التقييد الشيطان ألف سنة بعض الناس تقول لا مش ألف سنة طيب ليه يعني الروح القدس بيقول ألف سنة ليه من الألف سنة ما تبقاش ألف سنة أغلب من ينادون برمزية هذا الرقم بيقولوا أن المعنى طيب أنا هسألك يا عمي طيب خلاص مش ألف سنة مال إيه يقول لي أصلا فترة طويلة وخلاص طيب إيه المشكلة وهي ألف سنة مش فترة طويلة وهو لازم يقول ألف سنة عشان تبقى فترة طويلة طيب ماها هو الألف سنة وأنا مش عارف ما هو الداعي اللي هوتي أن احنا نخبي حقيقة اللي بيقولوا الإعلان الكتابي لما بيقول ألف سنة لما وبعدين ليه رمز الرمز ده معناه ليه أهداف مختلفة يعني فيه حاجات كتيرة جدا في الكتاب المقدس حاجات ذكرت بالرمز ليه؟ يمن حاجة صعبة جدا عن الفهم والإدراك فنبدأ نمهد بها بالرموز زي مثلا في العهد القديم تعملت خيمة الاجتماع وتبوت العهد والمنارذ ايه الحاجات دي أصلا الحقاقة التي تعنيها هذه الأشياء كان صعب جدا على الشعب اليهودي ساعتها يفهمها أو أن هذا الأمر أساسا غامض مش مطلوب أنه كل الناس تعرفها عشان كده الرب يسوع كان بيتكلم أحيانا بالألغاز يعني بالرموز اللي هي الأمثال إيه؟ ده تقريبا أهم سببين طيب وهي إيه المشكلة في ألف سنة؟ يعني هو ألف سنة ده سر يعني علشان عبر عنه بالألغاز لما واحد يقول لي المطلوب مدة طويلة فلكن هو عبر عنها بالرمز علشان سر يعني حاجة بسيطة ومعروفة وبعدين أن الكتاب المقدس يعرف كيف يعبر عن الكسرة يعني واحد مرة بيقول ليه أصلي دي أفضل طريقة علشان الكتاب يقول مدة طويلة وعني فيك أنا مكتوبة كده في بعض أو تقالت كده في بعض العزاء يعني لما نقول ألف سنة معناها مدة طويلة جدا طيب ما الكتاب المقدس يقدر يقول مدة طويلة إيه المشكلة؟ يعني يعني الروح القدس عايز يقول سيتم تقييد الشيطان مدة طويلة أه وعبر عن هذا رمزيا بكلمة ألف سنة تمام طيب ما كان قال مدة طويلة هو الروح القدس ما يعرفش يقول مدة طويلة يعني أو كتير في رؤية خمسة يقول ونظرت وسمعت ملائكة سمعت صوت ملائكة كثيرين حول العرش كام؟ يقولك ما عرفش كتير قوي طب ليه ما قلتها ليش ألف كنا نفهم منها كتير قوي انتوا فقمين الفكرة؟ طيب أنا جابلكم كمثال في رؤية خمسة الرؤية الخدس لما عايز يقول ناس كتير من غير ما يقول عدد هيقولك ناس كتير من غير ما يقول عدد وخلاص إيه المشكلة يعني؟ زي ما قال إن أنا شفت أو سمعت صوت ملائكة كثيرين كثيرين حول العرش لكن ما قالش سمعت صوت ألف ملائك ونفهمها إحنا إنها ملائكة كثيرة لا كان قال ومدة كثيرة أو سنين كثيرة أو مدة طويلة زي ما قال ملائكة كثيرة أو ملائكة كثيرين حول العرش وهكذا وفي سفر الرؤية بالذات في أرقام كثيرة مكتوبة في سفر الرؤية يعني في أرقام نقراها ونسمحها ولما يقول طيب ألف سنة يعني مدة كثيرة طيب ألف ميتين وستين رمز لإيه؟ رمز كثيرة أو حتة يعني؟ ولا إيه؟ لأن إحنا عندنا ألف ميتين وستين يعني عندنا أرقام كثيرة جدا في وبعد كده برضو يعني عايز فكروا بس في الحاجات دي واحد يقول لي لا أصلا ألف سنة مثل يوم يوم ها عند الرب يعني إيه؟ يعني بالنسبة للشيطان ألف سنة يعدهم باليوم طيب بالنسبة للربنا دي بالنسبة للشيطان ألف سنة كتير ولا قليل؟ لا كتير جدا الشيطان كائن مخلوق زينا يقدر يحس بالزمن فكتير جدا طيب بالنسبة للربنا لا ولا تفري معك كأنها لحظة واحدة اللي تألف مزمور تسعين أو في بطرس التانية تلاتة تمانية إن ألف سنة كيوم ويوم ده بالنسبة للربنا مش بالنسبة للنحن ولا بالنسبة للشيطان وكون ربنا ما بيحسش بالزمن لأنه فوق الزمن مش معناه إنه يلغي الزمن بالنسبة لنا وبالنسبة للشيطان والملائكة وإلا ما كانش حكم على الشيطان بالزمن أنا هسيب بس الموضوع ده لكن أنا أهمني أقول أن الروح القدس يقول أن الملائك سوف يقيد الشيطان لمدة ألف سنة تعالوا بقى نروح للآية الثالثة وطرحه هذا مش بس بقى تقييد وطرحه في الهاوية وأغلق عليه وختم عليه لكي لا يضل الأمم فيما بعد حتى تتم الألف سنة اللي هي كده وكده الفترة الطويلة هي ألف سنة طبعا فترة طويلة وبعد ذلك لابد أن يحل ذمانا يسيرا واحدة من أصعب الآيات في الكتاب المقدس إحنا صعبناها على نفسنا يعني إحنا مصعبناها على نفسنا وصدقوني أنا مش عايزة أقول بس إن في بعض الناس بتكره الآية دي لأنهم بتمثل لهم تحدي ويعني هذا جزء من الإعلان الإلهي جزء من أنفاس الله الوحي زي ما شرحت في الحلقة اللي فاتت أو أشرت يعني هو أنفاس الله المعلنة لنا يقول كده أن هذا الملاك طرح الشيطان في الهاوية وأغلق عليه مرة أخرى علينا أن نتذكر أن بداية رحلة الشيطان في خطة مشروع أو عملية الوحش كانت أنه طرح من السماء تمام؟ فدتاني طرح أول مرة كان الملاك مخايل طرح الشيطان من السماء القديس يحنى قال في رؤية 12 فطرح التنين العظيم الحية القديمة المدعو إبليس والشيطان الذي يضل العالم كله طرح إلى الأرض دي كان أول مرة الترح عشان ما حاديش يفتكر أنه دي حاجة واحدة وبنتكلم عنها بلغات مختلفة لا دي مرة مختلفة طرح من السماء للأرض وطرحت معه ملائكاته في رؤية 12 في بداية الترح ده اللي حصل في رؤية 12 كانت بداية مشروع الوحش والنبي الكذاب النهار ده بقى طرح مختلف تاني خالص ده طرح للهوية الهوية دي في أعماق الأرض المرة الأولى من السماء للأرض المرة التانية من الأرض لأعماق الهوية وفي طرح تالت هنشوفه بعد كده اللي حب يقرأ سفر رؤية طرح إلى بحيرة النار اللي اتطرح فيها قبل كده الوحش والنبي الكذاب أحياء وهذا يعني أنه لا مانع من حدوث أكثر من هزيمة لإبليس عبر التاريخ أكثر من حدث مثلما ستكون هناك أكثر من هزيمة لإبليس في المستقبل أكثر من حدث وهنا أشير إلى أن هزيمة الشيطان في معركة الصليب لتاني مرة أشير لنخذ دين وقته أن هزيمة الشيطان في معركة الصليب رغم أهميتها ورغم متى المجد الذي نعطيه لما حدث في الصليب إلا أنها ليست الهزيمة الوحيدة أو الضربة الوحيدة مع كل تقدرنا وتمجدنا لقوة وفعل الصليب المقدس والدم المبارك وما حدث للشيطان على الصليب لا يمكن أن يتكرر ولكنه ليس الحدث الوحيدة ولا يجب أن نحيل كل الأحداث إلى الصليب لا في حاجات حصلت قبل الصليب للشيطان وفي حاجات حصلت أثناء الصلب وفي حاجات حصلت بعد الصليب وفي حاجاتها تحصل في المستقبل للشيطان يقول وطرحه في الهوية وأغلق عليه والمرة دي الطرحة هيبه للهوية هي هي هوية؟ آه هي برضو الأب وصوس زي ما قلنا إذن نحن لا نتحدث عن الهادس نحن لا نتحدث عن الشيقول نحن لا نتحدث عن مكان انتظار أرواح المنتقلين لكن باليوناني هي الأب وصوس ولأن الهوية أصلا هي موضع سكن الشياطين ومقر إقامة الشياطين فالقصد ليس مجرد الطرح ولكن السجن لذا قرأنا عن توسيق الشيطان قبل طرحه سجن تحول موطن الشيطان إلى سجن له وبعد كده الملاك مش بس طرحه يعني مسك أبض على الشيطان وقيده بالسلاسل وألقاه في الهوية وقفل عليه الباب وختم عليه لكي لا يضل الأمم فيما بعد ختم على الباب علشان يبقى مستحيل حد يتجرق أن يفتح الختم في زمان كان إجراء قانوني يتم إما بالمالك أو القاضي لما نمسك حاجة كده ونختمها ممنوع حد يفتح باب كده ويتشمع بالختم الأحمر من اللي من حقه المالك من حقه يختم عشان محدش يفتح ودي مسئولية قضائية جنائية أو القاضي يقول ده يفضل ولغاية دلوقتي كده برضو في هذه الإجراءات القيام بختم باب الهوية معناه أن الملاك ده بالذات رغم أنه مش رئيس ملايكة لكن له سلطان أنه يمتلك أن يختم باب الهوية باسم سيده الرب يسوع صاحب ومصدر كل سلطان ختم عليه لكي لا يضل الأمم فيما بعد وده الهدف واضح هنا الهدف ما هو الهدف من حبس الشيطان أنه ما يضلش الأمم ما يخرجش من الهوية ويمارس الضلال بتاعه تاني وتعالوا ندقخ في كلمات النبوة يقول هنا بقى الأمم من هم الأمم من هم التائثني تائثني باليوناني هم كل الشعوب بتاع العالم معدى اليهود اسمهم الأمم طبعا اليهود مش موجودين فيهم ولا الكنيسة يعني خلي بالكم بقى هنا لا إن الكنيسة تخطفت واليهود جمل المسيح فبقوا مؤمنين والمؤمنين انتهى سلطان الوحش عليهم خلاص انتهى لا يستطيع لا يستطيع أن يقترب حتى طيب حد يقول لي طيب الأمم دي جملين مش كان تم القضاء عليهم لا ما تمش القضاء عليهم اللي احنا قلناه فيها لصحة 19 آية 19 رأيت الوحش وملوك الأرض وأجنادهم مجتمعين علشان يعملوا حرب ضد الجالس على الفرس فقبض على الوحش والنبي الكذاب والباقون من هم الباقون مش الأمم الباقون هم جيوش الأمم جيوش في فرق بين الأمم وجيوش الأمم في دولة اسمها مثلا اسمها البرازيل وفي جيش البرازيل في فرق بين جيوش كل الأمم سوف تقضى تقضى عليها في معركة هرمجدون عندما بسيف الجالس على الفرس الخارج من فميه بكلمة تخرج من فم الرب في رؤية 19-21 لكن الشعب بتاع الأمة ده موجودين موجودين طبعا هم أقلية لأن معظم ناس كتيرة جدا ماتت في سنوات الضيقة احنا عارفين الكلام ده؟ لكن الشعب موجود هذه الشعوب هيكون مطلوب أنها لا تضل فيما بعد باقي الآية 3 بيتكلم عن إيه اللي هيحصل في المستقبل البعيد أنا مش أتعرض لها دلوقتي لأننا ما تنسوش أن إحنا في سلسلة الوحش أنا عارف أن في ناس كتيرة جدا نفسها تفهم رؤية 20 بالتفصيل أنا قلت كل ما يخص موضوع الوحش والنبي الكذاب والتنين السلوث الناجس موضوع هذه السلسلة لكن باقي الآية والآية الطويلة ده موضوع يعني يخرج من من سلطتنا يعني من ما من اللي احنا عايزين نعمله في خلال هذه الحلقة الحالية لكن يقول بعد كده حتى تتم الألف سنة وبعد ذلك لابد أن يحل دمانا المهم نروح بقى الآية 4 يقول إيه؟ خلي بالكوا إيه ده احنا عايزين وصلوا كل المعارك دي عشان إبليس عايز يحمي عرشه سلطانه ملكه عشان كده القديس يحنى شاف بعد ما حصل بعد ما تم التخلص من الوحش والنبي الكذاب والتنين رأيت عروشا فجلسوا عليها من اللي جلسوا عليها؟ الكنيسة المؤمنين والمؤمنين بالرب يسوع من اليهود جلسوا على عروش وأعطوا حكما ورأيت نفوس الذين قتلوا من أجل شهادة يسوع ومن أجل كلمة الله والذين لم يسجدوا للوحش ولم يسجدوا لصورته ولم يقبلوا السمى على جباههم ولا على أيديهم فعاشوا وملكوا مع المسيح ألف سنة خلي بالكم بالصدفة فترة ملك القديسين والمؤمنين تساوي فترة حبس إبليس في الهاوية اللي هي ألف سنة وتبدأ مع بعض وتنتهي مع بعض ورأيت عروشا فجلسوا عليها عروشا ثرونوس كايدون ثرونوس ثرونوس يعني عرش الحكم عرش الدولة عرش السلطة عرش الملك رأيت عروشا وجلسوا عليها يعني تم تتويج المؤمنين ملوك مع الرب جلسوا على ثرونوس عرش الحاكم لو حضرتكم فاكرين في أكتر من سلسلة مثلا في حلقة حلقة بالحلقة الخطاف وحنا نتكلم عن الوقوف أمام البيمة اتكلمنا عن أنواع العروش والكراسي الثرونوس هو حكم حكم السلطة السياسية حكم السلطة السياسية ده كلام مهم جدا تم نازع الملك من إبليس من ساعة من أواخر اللحظات الأخيرة فاكرين ساعة الضربة الخمسة من الجماعة عندما يدور بقى عرش الوحش هنا بقى بيتم سحب الملك بينتهي ملك إبليس على العالم تحت السماء وتاخدوا الكنيسة يعني تجليس الملك ها يعني جلسوا عليها يعني تم تتوجهم تم تجلسهم تم تنصبهم إكاثي ثان إكاثي ثان الفعل اللي استخدمه القديس بطرس في العزة يوم الخمسين لما كان بتكلم عن داود فقال إن داود كان نبي وعلم أن الله حلف له بقسم أنه من صمرة صلبه يقيم المسيح حسب الجسد ليجلس إكاثي ثان على كرسيه معناها يجلس يعني تعبان وقعد شوية لا معناها أنه هو تجلس ملكا تم ينصب ملكا على عرش داود أعمال إثنين ثلاثين إكاثي ثان اللي هم هيعودوا على العروش معناها يصير ملوكا يصير ملوكا دا الوعد دا الوعد اللي قاله ربنا لي لملاك كنيسة لودوكية في رؤية ثلاثة من يغلب فسأعطيه أن يجلس معي في عرشي كما غلبت أنا أيضا رؤية ثلاثة واحد وعشرين أيوة هتم إمتى دي دا رمزي ولا حقيقي إحنا بنهزر الغلبة حقيقية ولا رمزية حقيقية يبقى الريورد المكافأة حقيقية ولا رمزية يعني واحد يقول لي لو عملت العمل الفلاني هتدي لك ألف جنيه أعمل العمل الفلاني يقول لي لا ألف جنيه رمزية ما أنا عملت لا هي حرفية وده سيفا يتم في نهاية الضيق العظيمة عندما توضع العروش علشان يجلسوا عليها ينصبوا مؤمن الكنيسة زي ما الوعد بتاع رؤية ثلاثة واحد وعشرين سوف يجلسون مع الرب في عرش حكمه عرش سلطانه عرش ملكه اعطوا حكما خلي بالكم بقى دول حاجتين مختلفتين الجلوس على العرش دي سياسة ده حكم دي سلطة ده إدارة طيب اعطوا حكما ما هم قاعدوا على العرش عشان يحكموا لا كلمة حكما دي مترجمة بعدم ده موضوع تاني الحكم هنا هو القضاء كريمة احنا درسنا كلمة كريمة دي كتير جدا الكريمة هي القضاء اعطوا حكما كاي كريمة ايدوسي اوتيس يعني ايه يعني تعاطوا السلطة على الدينونة على القضاء اذا في حكتين هيحصلوا للمؤمنين في اللحظة دي يصيروا ملوكا حقيقيين يجلسوا مع الرب على عرشي بعد ان يتم الغاء ملك الشيطان وسحب الملك والسلطان منه والحاجة التانية انهم يشاركوا في عمل الدينونة النهائية دي لحظة تحويل الكنيسة الى ان يكونوا قضاء وديانين للعالم الا تعلمون اننا سوف ندين ملائكة فاذا هم عطيتين مختلفتين بس متصاغة بشيك اعطيه عروشا واعطيه حكما لا دي حاجة ودي حاجة دي حاجة للإدارة للملك والتانية للمحكمة للحكم بمعنى القضاء حكما كلمة كريمة وكريمة يعني قضاء دينونة يعني كاتا كريمة ما يتم بعد القضاء تنفيذ العقوبة اسمها دينونة درسنا الكلام ده في سلسلة في أكتر من حلقة في الحقيقة يعني أما باقي الآية فبتؤكد مشاركة المؤنين في الملك وانتفاء ملك الشيطان بالكامل ويرى القديس يحنى نفوس الذين قتلوا من أجل شهادة يسوع ومن أجل كلمة الله ولم يسجدوا للوحش ولا لسورته ملكوا مع المسيح ألف سنة وتم القبض على الشيطان وترحه في الأبوسوس وتم الخلاص من الشيطان إلى الأبد وأشكركم وأراكم على خير في حلقة جديدة قادمة من برنامج أقوال النبوة إن تأن الرب علينا ولم يأتي أراكم على خير شكرا لكم